بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل البروبلمز والبروبلمز برضو في الجزء ده سهل جدا عندنا ثلاث خلايا كهربية متمثلة القوة ده يفعل كهربية لكل واحدة 1.5 فولت اشرح باستخدام الرسم فقط يعني ازاي نقدر نوصلهم عشان نحصل على بطارية بقى الالكتروموتف فورس بتاعها يبقى 1.5 فولت و3 فولت و4.5 فولت اول حاجة عشان نحصل على بطارية الالكتروموتف فورس بتاعها 1.5 فولت يبقى طبعا هي الوحدة فيهم بس 1.5 يبقى عشان نحصل على البطارية دي هنوصلهم كلهم برارل تو ايتش ازر احنا عندنا سريه يبقى السريه هنوصلهم برارل تو ايتش ازر يبقى نوصلهم كده ناخد بالنا من البوزيتف بولز كلهم المفروض يبقوا مع بعض والنيجاتف بولز كلهم المفروض يبقوا مع بعض يبقى دي كده اول طريقة هنوصلهم بها انبارل عشان طبعا يدونا ايه الباتري الالكتروموتف فورس بتاعتها هتبقى اه 1.5 تمام اه لو بقى اه 3 فولت اولا احنا عندنا 3 الواحدة فيهم 1.5 يعني لو جمعناهم كلهم مش هيدينا 3 لا ده هيدينا 4.5 يبقى كده 3 دي بين الوان بوينت فايف وبتوين الفور بوينت فايف يبقى مجموعة منهم او يعني واحدة منهم هتبقى بررل مع واحدة و اه سيريز مع واحدة تالتة طيب قلنا لما يجي مسألة زي دي هنحلها ازاي قلنا اولا هنمشي ان هما سيريز يعني ادي كده دي كده وبعدين واحدة كمان سيريز طيب هي كل واحدة 1.5 يبقى كده 1.5 بلاس 1.5 ادونا خلاص 3 يبقى التالتة ما اقدرش اوصلها برضو معاهم اه سيريز يبقى التالتة دي المفروض هتبقى ايه مع واحدة منهم بررل وناخد بالنا محدش يوصل كده واحدة بس كده ماشي بررل مع الاتنين دول لا ما ينفعش احنا قلنا لازم يكونوا يبقى ده كده خلاص احنا مفروض هنوصل كده واحدة بقى بررل مع واحدة تانية بررل خلاص والريزلت بقى بتاعهم نوصلوا بقى مع ايه مع التالتة سيرز بحيس ان ده يبقى 1.5 1.5 خلاص هيدونا 1.5 ودي الواحدة 1.5 يبقى كده هيددينا كام 3 فولت طيب 4.5 طبعا اه لما هنوصلهم بقى كلهم ان سيريز التلاتة دول كده هيبقوا متوصلين بايه اه ان سيريز كونكشن عشان طبعا يدونا 4.5 فولت برضو بطارية بتتكون من 3 خلايا كهربائي برضو كل واحدة 1.5 عايزين نحسب لما يتوصلوا كلهم ان سيريز طبعا هيبقى ايكول المجموع بتاعهم يعني 1.5 بلاس 1.5 بلاس 1.5 هيددينا كام 4.5 حال وبرل طبعا هيدينا 1.5 وطبعا ما ننساش اليونت فولت تمام بس ناخد بالنا هنا ان هو بيقول write the used low in each keys يعني اكتب القانون المستخدم في كل حالة طبعا الحالة الاولى اللي هي ايه دي اللي هي ان سيريز ليها طبعا قانونين اول حاجة ايه ممكن نكتب اي وان بلاس اي تو بلاس اي سري اللي هو طبعا هيبقى وان بوينت فايف بلاس وان بوينت فايف بلاس ايه وان بوينت فايف طبعا هيدينا كام وقولنا فيه طريقة تانية لو هما كلهم سيميلر وهو ايه اللي ان هما ايه سيميلر ده تمام لان الواحدة فيهم اه وان بوينت فيه قانون تاني اللي هو برضو ده برضو ممكن نكتبه في الامتحان عادي ايه باتري اكوال ان تايمز اي وان الان عددهم كام عددهم تايمز بتاعت الواحدة فيهم لو حسبناها برضو هنلاقي سري تايمز وان بوينت فايف هيدينا وما ننساش اليونت طبعا ايه فولت اه والبرال طبعا برضو لو هنكتب القانون بقى بتاع البارال هنكتب طبعا ايه باتري ايه باتري بس كده اه يو هف فور سيميلر اه اه عندنا اه اربع خلايا كهربية متماثلة از الاكتروموتف فورس اف ايتش وان از وان بوينت فايف فولت الواحدة منهم بس الاكتروموتف فورس بتاعتها وان بوينت فايف فولت يعني اشرح بالرسم اول حاجة سيكس فولت ماشي اولا هم فور والواحدة منهم وان بوينت فايف يعني لو جمعناهم كلهم هيدونا سيكس يبقى كده اول الواحدة دي هيبقى كلهم ايه ان سيرز عشان طبعا قلنا يا اما هنطبق القانون بتاع اي وان بلاس اي تو بلاس اي سري هنا بقى هيبقى بلاس اي فور يبقى اه وان بوينت فايف وان وهنجمعهم كده هيدينا سيكس فولت او نطبق القانون ده اللي هو بتاع ان تايمز اي وان طبعا عددهم كام عددهم هنا بقى فور فيبقى فور تايمز وان بوينت فايف هيدينا بقى ايه هيدينا طبعا سيكس فولت يبقى كده كلهم هيبقوا ان سيرز تمام طيب لو عايزين بقى اه نحصل على باتري الالكتروموتفورس بتاعتها فور بوينت فايف تمام قلنا برضو في الحالة دي عشان ما نطلق بطش احنا هنرسم كده كلهم سيرز الاول يعني مش مش كلهم سيرز احنا هنمشي كأن احنا هنمشي كده احنا خلاص حصلنا على الفور بوينت فايف لان ادي كده وان بوينت فايف وان بوينت فايف خلاص حصلنا على فور بوينت فايف طيب الرابعة بقى ينفع ما نحطهاش لا لازم نحطها برضو طيب هنحطها بقى ازاي لازم اه نحطها تبقى بريرل مع واحدة فيهم خلاص لان احنا كده خلاص حصلنا على الفور بوينت فايف ما ينفعش بقى نحطها سيرز تاني لا يبقى نحطها بريرل مع واحدة منهم. يبقى كده ممكن نعمل مسلا كده. يبقى كده اتنين مع بعض اهم بريرل. وادي واحدة من هنا سيريز. وادي واحدة من هنا سيريز. خلاص كده. يبقى ادي كده والتنين دول كده هيدونا ودي يبقى كده او ممكن نخلي اه الرابعة دي مع اللي على الحرفين او نخلي الرابعة دي مع اللي على الحرفين. المهم لازم يبقى اتنين سيريز واتنين باقي بريرل. تمام? والاتنين البريل دول اه يعني لما المحصلة بتاعتهم هتبقى سيريز مع الاتنين دول. تمام? هنا برضو بيقول سري فولت ان تو ويز. عايزنا بقى نحصل على اه ثري فولت بطريقتين مختلفتين. ماشي. اول طريقة زي ما احنا قلنا هنمشي كده اهو هنرسوهم كده سيريز. نلاقي كده ان خلاص كده حصلنا على ال ثري فولت. تمام? يبقى ما ينفعش بقى اه نحط تاني اه جنبهم اه الاكتريك سيل ان سيريز. حلو. بس ممكن احط برضو اتنين هنا كده. برضو ان سيريز. ودول بقى يبقوا ايه بريرل مع دول. بيتها ليه كده سهل. ماشي. وفي برضو دي كده طريقة هناخد بلنا ان هو ايه لنا بطريقتين مختلفتين. طيب ايه بقى الطريقة التانية ان احنا نوصل ده. يعني واحدة مع واحدة كده بريرل. وبعدين واحدة برضو تانية. مع واحدة هي برضو بريرل. كده يبقى دي ودي بريرل هيديونا المحاصرة بتاعتهم هتبقى واحدة بس هتبقى وان بوينت فايف ودي ودي برضو بريرل المحاصرة بتاعتهم برضو تبقى واحدة بس والمحاصرة بتاعت دي مع المحاصرة بتاعت دي هيبقى سيريز آآ يبقى دي كده طريقة ودي كده ايه طريقة تانية. طيب آآ وان بوينت فايف فولت طبعا دي بقى اسهل واحدة. آآ هي طبعا آآ آآ هنرسوهم كلهم يبقى كده هيبقى كلهم الاربعة كده كده كلهم متوصلين. آآ آآ عندنا ثلاث خلايا كهربية. القوة الدفعة الكهربية بتاعت كل الوحدة. وضح بالرسمة فقط. اعلى آآ قيمة للقوة الدفعة الكهربية طبعا لازم انه بيبقوا كلهم يبقى طبعا اول واحدة دي كده هتبقى لما كلهم هيتوصلوا مع بعض. ماشي آآ آآ يعني نستخدمهم عشان نحصل على اقل قوة دافعة كهربية. ماشي يبقى طبعا عشان نحصل على اقل قوة دافعة كهربية لازم كلهم هيبقوا ايه؟. وناخد بالنا ونقرأ السؤال الاخر في الامتحان. عشان بيقول. وحسب القوة الدفعة الكهربية اللي هتنتج في كل الحالة. طبعا هنا هتبقى زي ما قلنا هتبقى مجموعهم بتاع يعني كده مسلا ممكن نقول ايه باتري اكوال آآ طبعا اي بلاس اي بلاس اي فطبعا مفروض هيدينا كام او من القانون اللي هو بتاع ايه باتري اكوال ان طبعا آآ إن عددهم كام عددهم سري. طايمة ايه يبقى برضو هيدينا وهنا طبعا هيتبقى ال اي باتري وعشان هما طبعا كلهم فال اي وال اي رابعا هتبقى كام ايه وان هو اي لنا بايه يبقى ال اي باتري كلها تطلع بكم بايه يبقى هنا الباتري دي هتطلع بي ثري اي والباتري دي هتطلع القوة الدفعة القربية بتعطيها الكلية هتطلع إي إذا كنت لديك 4 درائي سلس الالكتروموتف فرس من أجل الأول والأولى والتانية 1.5 فولت والثيرد 2 فولت والثالثة 2 فولت والثالث الرابعة 3 فولت إكسب لين بي دروين كيف يمكنك تمام إيد فولت لو جينا حسبنا كده لو وصلناهم كلهم كده سيريز هنلاقي 3 بلاس 2 هيبقى 5 5 بلاس 1.5 وبلس 1.5 هيبقى 5 بلاس سيري هيدينا إيد فولت يبقى دي هنوصلهم كلهم إن سيريز وهو ينفع يا مستر نوصلهم كلهم إن سيريز وهما مختلفين آه ما احنا خدنا إن في قانون مش لازم القانون اللي هو إن تايمز إي وان لا ده القانون بتاع إن تايمز إي وان لو هما كلهم شبه بعض فنشوف عددهم قد إيه في بنعمل ملتبلاينج للإلكتروموتيفورس بتاع الواحدة بس منهم لكن لو هما مختلفين إحنا بنبدأ نجمعهم عادي يعني ممكن بلاس آآ ثري بلاس وان بوينت فايف بلاس آآ آآ وان بوينت فايف فهيدينا طبعا إيه إيد يبقى كده في في الحالة دي احنا نوصلهم كلهم إن إيه طبعا كلهم هيتوصلوا إن سيرز بس طبعا في الحالة دي بقى نكتب على كل واحدة الكيمة بتاعتها مثلا نكتب هنا كده تو فولت نكتب هنا مثلا سيري فولت هنا وان بوينت فايف فولت هنا وان بوينت فايف فولت بحيث إن إحنا لو جمعناهم كلهم هيبقى طبعا هيدينا المحصلة بتاعة الباتري اللي هي تبقى كامحة تبقى ايت فولت تمام عايزين بقى نوصلهم بحيث إن هما يبقى سيكس بوينت فايف فولت طيب طبعا سيكس بوينت فايف فولت أقل من اليت فولت هيبقى مثلا شوية منهم إن سيريز وشوية منهم بارل حلو طب أصلا إحنا ما خدناش إن فيه تنين مختلفين ينفع نوصلهم بارل يبقى على طول يجي في دماغنا إن إحنا هنوصل الفيرست والسكند بارل خلاص دي كده أول حاجة لإن هما اللي متمثلين تمام يبقى كده هنوصل الفيرست والسكند بارل خلاص يبقى دي كده اللي هي 1.5 ودي كده اللي هي 1.5 بحيث إن المحصرة بتاعته ما تبقى كام هتبقى 1.5 وبعدين بقى نوصل هنا كده إن سيريز بقى معاهم دي اللي هي تبقى 2 فولت ودي اللي هي مثلا هتبقى 3 فولت لو جينا بقى نجمع دي 1.5 و 1.5 هيدونا 1.5 وبعدين plus 3 plus 2 يبقى طبعا هيدين 6.5 يبقى كده زي ما قلنا هنوصل الفيرست والسكند إن بارل وبعدين اللي اتنين بقى دول هنوصلهم إن سيريز مع 2 فولت ومع 3 فولت تعالي برضو يعني سهل عندنا أربع خلايا كهربية متمثلة القوة الدفعة الكهربية بتاعت الواحدة منهم 1.5 فولت طبعا أسهل واحدة 1.2 فولت لأن كلهم طبعا هيبقوا إن بارل يبقى طبعا هنرسم الفور سيميلر سيلز كلهم إن بارل يبقى نرسم كده وبردو لو نكتب مثلا إن دي 1.2 ودي برضو 1.2 وبردو نكتب إن الإيبقى تريح تبقى equal 1.2 فولت تمام طبعا ازاي بقى نوصلهم عشان نحصل على 4.8 فولت لو بصنا كده هنلاقي إن 4.8 ده الريزلت بتاع بتاع بتاعهم كلهم مع بعضهم يبقى بي دي لازم يكونوا كلهم إن سيريز خلاص يبقى بي دي هنوصلهم كلهم كده سيريز يبقى كده 1.2 بلاس 1.2 بلاس 1.2 بلاس 1.2 بلاس 1.2 بلاس 1.2 او ممكن نعمل 1.2 اللي هو القانون بتاع 1.2 يبقى يدينا 1.2 يبقى يدينا برضو 4.8 فولت طبعا قلنا ما ننساش اليونت ماشي طيب طبعا ما بينهم الاتنين يبقى هيبقى مسلا اتنين منهم على التوالي واتنين على التوازي او مسلا اي حاجة تاني طب قلنا نعمل ايه قلنا هنمشي كده ادي كده 1.2 وادي كده 1.2 خلاص احنا كده حصلنا على 2.4 اللي هو عايزه خلاص يبقى احنا كده برضو نجيب اتنين اهم برضو هيبقوا على التوالي مع بعض ودي بقى على التوازي يعني مع دي يبقى كده خلاص او ممكن زي ما خدناه برضو بطريقة تانية اتنين اهم مع بعض وادي كمان اتنين باريل اهم كده مع بعض وطبعا اه دول بقى مع دول اه سيريز ناخد بالنا بقى ان ده لازم يبقى البوزيتف مع النيجاتف وده البوزيتف مع النيجاتف وما حدش فيه الامتحان يلغبط الترتيب بتاهم كده عشان طبعا هيبقى توصيل خط لان ده كده دول كده باريل ودول كده باريل ولما بقى يبقى النيجاتف بقى بتاع الباتري الاولى مع البوزيتف بتاع الباتري التانية فيبقى كده دول مع المحصلة يعني بتاع الدول مع المحصلة بتاع الدول هابقوا مع بعض انسيرس بتاعلي يعني برضو سهل عندنا اربع خلايا كهربية القوة الدفعة الكهربية بتاعت كل واحدة برضو وضح بالرسم فقط بثلاث طرق مختلفة اولا احنا معانا ولازم طبعا نوصل الفور كلهم والواحدة منهم وعايزنا نطلع منهم حال يبقى طبعا دول ماينفعش نوصلهم كلهم لان لوصلناهم كلهم سيريز هيدينينا ايت ماينفعش نوصلهم كلهم بررل لان لوصلناهم كلهم بررل هيدينينا تو يبقى كده لازم ايه يعني اه حبة سيريز وحبة ايه بررل تمام اه اول طريقة اللي هي اسهل واحدة ان احنا هنوصل اتنين منهم هم سيريز يبقى كده خلاص يدونا الفور فولت لان كل واحدة منهم تو ماشي وبعدين دول مع دول بررل بقى يعني هنرسم اتنين سيريز هنا يبقى كده دول هيدونا كام فور وهنا اتنين سيريز برضو هيدونا فور وبعدين بقى دول مع دول بررل يبقى كده برضو هيدونا المحصلة ايه فور تمام يبقى كده اول طريقة التانية بقى ان احنا نرسم اتنين مع بعضهم بررل يبقى لاتنين دول كده هيدونا تو وبعدين اتنين برضو بررل يبقى لاتنين دول برضو هيدونا تو وبعدين دول مع دول سيرز يبقى تو بلاس تو يبقى هيدنا فور ماشي وفيه طريقة تالتة كده احنا كده خلاص حصلنا على الالكتروموتفورس اللي هو عايزها اللي هم هيبقى فور عشان تو بلاس تو طيب تمام وبعدين الباقي بقى ممكن احطهم بررل مع واحدة فيهم بس يعني احطوا واحدة هنا برضو بررل واحطوا برضو واحدة هنا برضو فوق بررل كده خلاص يبقى دول كده كلهم هيدونا تو مع دي تو يبقى كده برضو هيدينا فور القوة الدافعة القربية بتاعت كل واحدة تو فولت طبعا تو فولت يبقى كلهم هيبقوا بررل سيكس فولت كلهم هيبقوا سيريز فور فولت هيبقى طبعا اتنين بررل واحدة معهم سيريز اول واحدة هيبقوا كلهم زي ما قلنا بررل تالي يعني الموضوع بقى سهل جدا جدا ماشي يبقى كده حصلنا على باتري الالكتروموتفورس بتاعها تو فولت ماشي اه فور فولت بقى هيبقى اتنين مع بعض كده بررل عشان دول طبعا كده اه هيديونا اه تو وبعدين نجيب واحدة معاهم كده سيريز يبقى كده اه تو بلس تو برضو هيدينا ايه هيدينا فور دي اللي هو ايه اللي هو عايزة تماما والسكس بقى لما قلنا هنوصلهم كلهم بقى ايه سيريز بتاع لي يعني برضو سؤال سهل جدا اه ناخد بلنا بقى من نمبر ناين ده عشان يعني في فكرة مختلفة شوية there are three identical electric cells whose electromotive force equal six volt عندنا تلات بطاريات اه او سوري تلات خلايا كهربية متمثلة الالكتروموتفورس بتاع الوحدة فيهم six volt are connected in the electric circuit اتوصلوا به او كانوا ميه اتوصلين في دائرة كهربائية by a certain method بطريقة معينة يعني ممكن يبقوا كلهم سيريز ممكن يبقوا كلهم بررل يبقى ممكن يبقوا اتنين بررل مع واحدة سيريز كده and the total resistance equal for all ده احنا كده دخلنا بقى في الدرس الاولين او رجعنا يعني للدرس الاولين resistance الكلية for all show by drawing and solving آآ وضح بالرسم وحل هاوزة circuit is connected to obtain current one point five ازاي السيركت هتتوصل عشان نحصل على current مقداره قد ايه one point five احنا كده قلنا آآ معانا resistance or ماشي وبعدين آآ معانا الالكتري current intensity اوي يبقى كده معانا ار ومعانا اوي ممكن على طول بقى من مسلس قانون اوم نعوض احنا عارفين ان ار equal v over اوي يبقى v equal cam بقى v equal or times اوي ارب كام بفور واي اللي هو الالكتري current intensity one point five يبقى كده four times one point five هيدينا سيكز فولت طيب احنا لازم نحسب اصلا ال potential difference في الاول عشان نعرف احنا آآ هنرسوهم ازاي يعني هنرسوهم كلهم series ولا كلهم بارل ولا حبة منهم series وحبة بارل تمام احنا كده لقينا ان احنا لما وصلنا الدايرة كده آآ بقى بقت الكراءة مثلا بتاعت الفولتاميتر six volt يبقى ازا وهم الواحدة منهم سيكز وهم عددهم three والresult المحاصلة بتاعتهم سيكز يبقى كده كلهم متوصلين ايه آآ بارل وبعد كده نبدأ نرسم باقي السيركت طيب آآ ناخد بالنا ان هو قال لنا ان في وفي آآ اميتر بس احنا برضو ناخد بالنا ان احنا ما ينفعش نوصل الاميتر يبقى لازم نرسم هنا كده اميتر وبعد كده نرسم هنا ايه يبقى احنا كده عشان بقى نحصل على كراءة لآآ اميتر آآ مقدارها والمقاومة يبقى لازم دول يكونوا متوصلين طبعا آآ بارل عشان بتاعهم يبقى ايه يبقى سيكس فولت طبعا زي ما احنا ايه حسبناها هنا انظر الى العناصر دي وبعدين نجاوب على الاسئلة عايزين نعمل دائرة كهربية مغلقة طبعا سهل جدا واخدناها كتير ساعة قانون ام بس طبعا ناخد بالنا المراضي هما متوصلين مع بعضهم ان بارل يبقى هي هيها بس بدلا ما كنا بنوصلهم ان سيريز هنوصلهم ان بارل طبعا قلنا البوستف بولز كلهم مع بعض والنيجاتف بولز كلهم ايه مع بعض ادي كده الباتري وقلنا طبعا نرسم فيه الاول الكي او السويتش عشان طبعا ما ينفعش نوصل الاميتر دا باتري وبعدين طبعا وطبعا معاها الفولتاميتر ان بارل وبعدين بقى طبعا اخر حاجة تمام يبقى احنا كده خلصنا كل الايتمز اهم كيف طبعا يمكن التحكم في اذا سلائدينجalez هztاء باستخدام ال toe باستخدام ال touches اذا سلائدينج ريوستات باستخدام هذا الم though باستخدام ال toss дав him إن عميه رب Wieder زا متاليك وير كويل. آآ عن طريق طبعا تحريك السلايدر ده. آآ بطول الوزنة المتاليك وير كويل طبعا تحريك السلايدر ده. لذلك يمكننا التحريك السلايدر الوزنة بتاع طبعا إجابة سهلة. وممكن طبعا نكتبها باختصار. آآ باي يوزنج زا آآ سلايدنج آآ ريو ستيت. آآ what is the type of connecting cells? اي نوع التوصيل بتاع السيلز دول? طبعا برر. سهلة جدا جدا. آآ if the electromotive force of each cell is two volt. لو القوة الدفع الكهربية بتاعت كل خلية طبعا كلهم. فبالتالي برضو المحصلة بتاعتهم هتبقى بتساوي الوحدة بس منهم هتبقى ثلاث خلايا كهربية. تمام? ماشي. آآ the electromotive force of each is one point five volt. الكوة الدافعة الكهربية لكل واحدة منهم one point five volt. آآ which are connected together. اللي متوصلين ببعض. what is the type of connection of the cells? اي نوع التوصيل بتاع السيلز? طيب ناخد برنا عشان ده آآ يعني من الاسئلة اللي بتغضع شوية لان طبعا في آآ ولاد كتير عارفين طرح ما هم مرصوصين كده فوق بعض زي هنا يبقى ده كده برر. لا طبعا. هنا آآ هو جيبها عشان يخدعنا. احنا شايفين ادي البوزتف بول بتاع الفيرست متوصل بمين بالنيجاتف بول بتاع الساكند. وبعدين البوزتف بول بتاع الساكند متوصل بالنيجاتف بول بتاع الثيرد. وفي الآخر الطرف من هنا بوزتف والطرف من هنا نيجاتف. يبقى دول كده متوصلين ان ايه انسيرز. يبقى ايه نوع التوصيل? سيرز كونكشن. كالكوليت ذا الاكتروموتف فورس فور ذا باتري. احسب القوة الدافعة الكهربائية للباتري. ما هم تلاتة. والواحدة منهم وان بوينت فايف. تمام. وهم متوصلين ان سيرز. يبقى طبعا طبقا ليه القانون اللي بيقول ان تايمز اي وان هيبقى طبعا بيساوي عددهم كام سري. الواحدة بس منهم وان بوينت فايف يبقى طبعا هيددينا فور بوينت فايف فولت. تالي يعني برضو آآ سهل جدا. آآ في الشكل اللي امامنا ده. كالكوليت ذا الاكتروموتف فورس اف ذا باتري. يحسب القوة الدافعة الكهربية للباتري. طبعا عارفين ان الاتنين دول اهم مع بعض بارل يبقى كده وان بوينت فايف. آآ وان بوينت فايف يبقى كده كلهم هيبقوا فور بوينت فايف. فور بوينت فايف فولت. آآ كالكوليت ذا الاكتروموتف فورس بتوين ذا تو بولز ترمينالز. اي اند بي انزز فيجر. يحسب القوة الدافعة الكهربية ما بين النقطتين او الطرفين اي بي في الشكل اللي امامنا ده. طيب برضو عندنا ده وان بوينت فايف وده وان بوينت فايف والاتنين براه يبقى هيددينا وان بوينت فايف. وبعدين مع ده سيريز ثري يبقى وان بوينت فايف بلاس ثري يبقى هيددينا فور بوينت فايف فولت. آآ برضو نفس الكلام. آآ دور كده مع بعض بريرل يبقى هيددينا تو ومي سيريز معدي هيبقى طبعا آآ تو بلاس تو هيددينا فور. يبقى هنا كده يبقى فور فولت. هنا بقى كلهم مع بعض سيريز يبقى طبعا هيبقى سيكس فولت. بتاعلي بقى بقت سهلة جدا جدا مش محتاجين نقعد نكتب قوانين. لك طبعا في الامتحان انتم ايه تكتبوا قوانين أنين ينظر بقى الكتمان의 طابط للسهلة centre. سيكون في مسبقات الهوارات لاحقين ايضا بجميع الهترات المعاربة سيكون في مسبقات الهوارات من الشكل اللي قام بتانسي التوارب done to transfer a quantity of electric charge between the two points. a and b four five minutes. تمام. ناخد بلالنا هو هنا كده ما يدينا time وقلنا ان time لازم نحوله من minutes ل second فبتاله يبقى five times 60 طبعا هيدينا كام? three hundred second. هو عايز نحسب ال work done. تمام? ال work done يبقى لازم نجيب ال quantity of charge. وال v وال potential difference. بس ال v هنقدر نحسبها من هنا. طب نحسب كده ال v. ادي التلاتة دول كده متوصلين برال يبقى ال result بتاعهم هيبقى two volt. وبعدين مع الاتنين دول series يبقى two plus two plus two هيبقى ال result six volt. يبقى احنا كده معانا v. اتبقى equal six volt. وبعدين ادي معانا ال electric current معانا اي تمام? ومعانا تي ناخد بالنا بقى يبقى معانا اي ومعانا تي يبقى من المسلس الاولاني خالص ده هو بتاع ال electric current انتنس تي نطبق كده المسلس الاولاني طبعا عارفين ان اي equal q over t. اه يبقى كده سهل جدا نحسب q q طبعا اه هو هيبقى equal i times t هيبقى equal electric current intensity بتو امبير ماشي يبقى ماشي يبقى يبقى طبعا كده هيدينا 600 طبعا ايه كولو ناخد بالنا بقى من تمام يبقى احنا كده جبنا q وعايزنا نحسب الورك ده من المسلس التاني بقى اللي هو v equal w over q هو عايزنا نحسب الورك يبقى الورك equal v times q معانا ال v لما حسبناها في الاول خالص ب6 ومعانا q اللي هو 600 اللي احنا بتاعلي يعني لفة شوية بس سهلة جدا in the opposite figure في الشكل اللي وقادي كمان يبقى كده هيبقى كام six volt the reading of a meter كراءة بقى الاميتر اه معانا v اهو ومعانا r يبقى كده من المسلس بتاع قانون ام على طول معانا v ومعانا r نكتب بس كده المسلس الاول عشان ما نطلق بطش في حاجة احنا عارفين طبعا ان r equal v over i هو عايزنا نحسب مين عايزنا نحسب اه reading of a meter يبقى عايزنا نحسب اي اي هتبقى equal a v over r v بكام احنا قلنا v احنا حسبنا اهو بسيكس فولت اه تمام وار هو متدهالنا بتو يبقى six over two يبقى هيدينا سري سري ايه بقى سري امبير in the opposite circuit في الدائرة اللي امامنا دي you have three similar electric cells عندنا تلات خلايا كهربية the electric force of each one is three volt تمام كل واحدة three they are connected together as shown in the figure and a resistor of a resistance for o طيب اول حاجة كده نبدأ نحسب ال v من هنا ماشي احنا عندنا دي سري ودي سري يبقى هيدينا three plus three يبقى كده هيدينا ومعانا الار اللي هي يبقى كده معانا v ومعانا r يبقى سهل جدا نجيب اي نجيبها كده كخطوة كده اولية تفتح ايه التفكير بتاعنا في المسألة نقول ان ار اكوال v اوور اي قولنا معانا v ومعانا ار يبقى سهل نجيب اي اي هيبقى ايقوال v اوور ار في هو اللي هنا بكام او احنا حسبناها سيكس فولت احنا هنا حسبناها بسيكس فولت والار بفور يبقى سيكس اوور فور يبقى طبعا هيدينا 1.5 امبير ماشي is connected with them the potential difference between the two ends of the resistor is equal to the the total electromotive force of cells كمان هو بيأكد لنا ان ال potential difference ما بين الريزيستور هنا الطرفين يعني بتوع المقاومة بيساوي الالكتروموتف فورس اللي حسبناها خلاص تمام in the opposite electric circuit determine في الدائرة اللي امامنا دي بقى عايزين نحدد او نحسب the electromotive force in voltmeter v1 if the key is opened طبعا تمام هو الكي اصلا اوبند اهو احنا رونا لما الكي بيبقى اوبند الفولت ميتر بيس اي الالكتروموتف فورس طيب وهنا احنا هنتوقع هيس اي ادي ثري وثري والاتنين مع بعض دي بقى يبقى للمحاصرية بتاعتي ما تبقى كامة هتبقى ثري فولت يبقى هو كده هيئيس ثري فولت اللي هي الالكتروموتف فورس بتاع الباتري اللي هتنتج من ال two electric cells دول ماشي the electromotive force in voltmeter بقى v2 if the key is closed لو احنا بقى قفلنا الكي ده حال لو قفلنا الكي ده بقى هيبدأ يمشي طيار كهرابي جوه الدايرة الطيار ده هتبقى قيمته قد ايه؟ two ampere ومعانا r يبقى سهل جدا نجيب v v a v total بتاعت الدايرة كلها قلنا بقى من قانون اوم هيبقى v equal r times i ماشي ر بكم بفور times i بتو هيبقى الكلية بتاعت الدايرة كلها ايه؟ eight volt eight volt معانا هنا ثري معانا هنا كام؟ ثري يبقى دي قد ايه هيبقى eight minus three يبقى v two هيبقى equal v minus v one هيبقى equal طبعا eight minus three يبدينا طبعا five volt برضو سؤال سهل برضو الحمدلله in the opposite figure في الشكل اللي امامنا if the quantity of electricity which passes through the electric circuit in a time forty seconds اوه كده مديني هنا الطايم وهنا كده الكيو يبقى سهل جدا نحسب اي ماشي اي equal مش مو بقى نرسم بثلاثات خلاص بقى بتاعلي انتم حافظتوها equal q over t. q 20. t 40. 20 over 40 يبقى هيدينا half. half ايبقى half ampere. يبقى احنا كده جبنا ايه. the ammeter reading اختام ما هو ammeter reading هيبقى قيمة electric current intense اللي احنا جبناها لو يبقى zero point five ampere. the voltmeter reading قراءة بقى الفولتاميتر. تمام الفولتاميتر ما هيبقى two. ليه لان ادي two و ادي two ما توصلين مع بعض in barrel يبقى two volt. the value of resistance قيمة بقى المقاومة من قانون اوم عرفين ار اقوال. v over i طبعا v بكام two divided i اللي هو half. طبعا هيبقى two divided half هيدينا طبعا four four a بقى four o. برضو سؤال سهل جدا.